انا بقول كلام هزيان ولا ينفع يتبني عليه حاجة يا صديقتنا العزيزة معالي نائب وزير الزراعة الدكتورة بنا محرز مسائل خير والست سامر يا مسائل فل ازاي حضرتك يا دكتورة ازاي حضرتك ومسائل خير على السادة المشاهدين ومصر جميلة زي ما بنقول بابنائها ومشروعاتها الجميلة اللي احنا فتحناها مبارحة وتفتاح السادة الرئيسي بقى صحيح صحيح اللي انا بقوله ده يا دكتورة هزيان ولا ممكن ممكن نبني عليه حاجة كويسة لا ممكن نبني عليه حاجة كويسة لان انا عايز اقول اكثر من مثال الفترة اللي فاتت ايه اللي كان ممكن احنا كان فيه مشروع في التور في محافظة جانب سيناء وروحنا زرناهم ولقينا مشروع شاب مشروع بيعمل عامل بير وبيزرع ارض وتمك فيها مشتين الميزة الاولى ان الارض بتبقى فيها مادة جيلاتينية بتمنع تسرب المياه في الاراضي الصحراوية وبالتالي بيقل تسريب المياه وبالتالي بيقل استخدام المياه او اهدار المياه في عملية الرأي والحاجة التانية ان بيكون فيها مادة مخصبة بدل ما انا بشتري كيمويات للتخصيب انا بيبقى عندي تخصيب عضوي طبيعي وده بيقلل استهلاكنا من المخصبات الكيمويات دي حاجة اعملناها في جنوب سيناء لو حضرتك مطروح عاملين فيها طرق طريق مصر اسكندرية الصحراوية على سبيل المثال معظم الناس اللي في زراعة الاراضي عاملين لهم احوات سماكية احنا بنمدهم فنيا الحقيقة عاملين لهم احوات سماكية على راسي الارض علشان احنا الفكرة دي بنحاول ننشرها قدرها وقلين يا دكتورة الحض السماكي ده تقريبا الحض السماكي العادي طبعا مكلمش على مشروعات العملاقة زي بتاعتم بارح حض السماكي لو انا كنا واحد وعايز اعمل مشروع صغيرة على قدي حض سماكي مزحته المحتاجة تقريبا كم في كم يعني بيختلف الاحجام مختلفة على فكرة المتوسط يوصل من خمسين لمية وخمسين متر وده بيتبروه اللي هو الكويس والمعقول واللي يجيب انتاج لان احنا عايزين كمان الموضوع ما يبقاش موضوع عشوائي لان احنا عايزين نعظم قليمة المية وان كمان يكون فيه تكسيف صحيح في الانتاجية مزبوط يعني النهاردة بنحاول نكسب بنحاول نجيب لهم هدارات عشان تفلي تقليب للمية وبالتالي يكون فيه اكسجين وبالتالي نقدر نربي كميات سمك اكبر في مساحة قليلة علشان حضرتك احنا بنعمل حزاب للبخر صحيح طيب انا دلوقتي يا دكتورة مزبوط انا دلوقتي لو انا براع السمكي علميه الملح تمام انا دلوقتي لو انا شابه وعايز اعمل مشروع انه عندي حيطة ارض في سينة عندي حيطة ارض في الريف في الصعيد في كذا تصلح مواصفاتها وزو ما عليك قلتي يعني البساحة مش ضخمة احنا بنكلم في 150 متر وده اعتقد يمكن توفره عند ناس كتير لو انا دلوقتي شابه عايز اعمل مشروع ده حضرتك ممكن تساعديني ازاي اه ان احنا نساعده ان احنا نمده بالفنيين المختصين تمام من عندنا وان احنا نساعده في اول مرة ونديله زريعة علشان نعلمه النظام ويبقى معاها حد فني لحد ما الدورة هي تخلص وده عملية تأهيل لي وتدريب انا مش عايز اكتر من كده انا مش عايز اكتر من كده ده كده يبقى بيت فل و14 دكتورة انا عايز اقول لحضرتك حاجة استاذ سامر احنا الاول مرة سامر احنا محافظة الشرقية احنا عندنا مفرخ تبع السروة السمكية في العباسة اعملنا مع السيد المحافظ ان احنا مدينا كل اراضي روز بالزريعة علشان حكسين اه ان انا بديلهم المبروك الحشائش اه منه ان انا ساهم في ان المبروك ده يتغذى على الحشائش وبالتالي الرز هيطلع بصورة جيدة وبيعمل تخصيد للارض اعملنا السنادي الحكاية دي الحقيقة لان دي كانت موجودة زمان لو حضرتك فاسح ان تربية الاسماك في الرز في مزارع الرز لان انت عندك مية عندك مية صحيح صحيح وده التجربة دي اللي احنا عملناها السنادي في محافظة الشرق يعني انا نحاول نراقي سكة ان احنا نزود انتاجنا السمكي اه في اي مكان نقدر يعني ندعم ده كلام محترم جدا 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 بشكرك شكرا جزيلا دكتورة مونة محرز نائب وزير الزراعة للثروة السمكية والانتاج الداجيني والحيواني ترجمة نانسي قنقر